فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به نعم إذا وافق أهواءهم فرحوا به وإذا خالف أهواءهم غضبوا منه وتركوه ولهذا المشركون يسرون بما يوافق أهواءهم مما في الإسلام فرحون بذلك إذا وافقنا أهواءهم فرحوا وإذا خالفنا يعني إذا وافق الحق الذي معنا وافق أهواءهم فرحوا بذلك لأنهم يعتبرونه تأييدا لهم وإذا خالفناهم وخالفنا ما هم عليه من النهج الباطل فإنهم يحصل منهم ما يحصل من العداء والكلام السيء نعم ويودون أن لو بذلوا عظيما ليحصل لذلك نعم يودون أنهم يبذلون الأموال الطائلة من أجل أن يحصلوا على موافقة لهم من أجل أن يحصلوا على موافقة لهم منا وهذا شيء نلمسه الآن من الكفار أنهم يطلبون منا أن نوافق أنظمتهم ونوافق أهواءهم ورغباتهم ولو يعطوننا ما يعطوننا من الأموال والمساعدات فهم لا يبذلون هذه الأموال وهذه المساعدات كما يقولون إنها إنها مساعدات إنسانية كذبوا في هذا وإنما يريدون أن يشتروا الزمائر نعم يريدون أن يشتروا الزمائر ويكسبوا الأتباع لهم ترجمة نانسي قنقر